لو انت جهازك ضعيف وبتوجهك مشاكل من ضمنها اللاج او التقطيع او حتى الفيج دامج ففي فيديو النهاردة هنعرف ازاي نقدر نحل المشاكل دي ونقللها بشكل كبير جدا عن طريق اننا هنعدل في بعض الاعدادات في اللعبة من غير ما نستخدم اي برامج خارجية وبطريقة امنة 100% اول حاجة هنعملها اننا هنتوجه للاعدادات الخاصة باللعبة ونبدأ نعمل تسجيل خروج اول نقطة معين هنعملها اننا هنضغط على اصلاح بعدين نختار اصلاح روتيني ونتأكد ان احنا ضغطين على اصلاح روتيني مش ضغطين على اي حاجة تانية وبعدين هنبدأ نضغط موافق وموافق تاني ووتوماتيك اللعبة هتبدأ تفصل وتشتغل لوحدها علشان تعمل الاصلاح الروتيني معلومة اضافية حبيت اضيفها للفيديو لو انت بتستخدم اللعبة وانت بتشحن الجهاز او كمان لو الجهاز من قبل ما تفتح اللعبة وتلعب كان الجهاز حررت وسخنة فاريت رعي المسائل دي لان هي بتأثر من ناحية اللاج والتقطيع والفيج دامج كمان زي ما انتو شايفين اكتمل التحديث هنبدأ نضغط موافق وتبدأ برضو اللعبة تفصل وتشتغل معنا تاني وتجيب لنا شاشة تسجيل الدخول وزي ما انتو شايفين هنبدأ نسجل بحسابنا بعد ما دخلنا على حسابنا هنبدأ نعمل بقى الاعدادات اللي هتحسن معنا اللعبة بشكل كبير جدا اول حاجة هنخشها للأعدادات بعدين الرسومات الجرافيكية والصوت زي ما انتو شايفين تحت على الشمال مكتوب اعادة تعيين الشاشة هنبدأ نختار الاختيار ده 3 مرات اول مرة هنعمل موافق وتاني مرة هنعمل موافق وتالت مرة هنعمل موافق كده عملنا اعادة تعيين 3 مرات بعد كده هنبدأ مع بعض بقى ايه نختار الاختيارات المناسبة للعبة معنا عشان تبقى اللعبة معنا تدينا احسن اداء ممكن اول حاجة هنعملها سالسة وكلنا طبعا عارفين اللي هنعملها سالسة علشان تدينا اعلى فريمات لان لعبة ببجي اهم حاجة فيها الفريمات والبنج بعد كده هنبدأ نختار اعلى معدل اطرات عندنا وزي ما انتو شايفين اعلى حاجة عندي في السالسة بتكون الفائقة اللي بتكون حوالي 45 ل40 فريم وانت تختار اعلى حاجة بتكون موجودة عندك عشان تديك اعلى سلاسة في اللعبة بعد كده بالنسبة لملونة او كلاسيكية انا بقولك على حسب ما انت بتستريح بتحب تشوف الحاجات ملونة ومشبعة اختار ملونة بتحب الالوان تكون مش مشبعة قوي براحتك خليها كلاسيكية انا عن نفسي خليها كلاسيكية بعد كده عند اعدادات عامة هنيجي عند مانع التشويش لو انت مشغل مانع التشويش فعمله اغلاق لانه بيأثر معاك في اداء الجهاز وفي الرام بعد كده عند وضع عامة الالوان هنختار عامة اللون الازرق بعد كده عندنا السطوع هتختار السطوع اللي تلاقيه مناسب وبيريح هناك وانت بتلعب انا عن نفسي بخلي السطوع على 150 اعلى حاجة عشان قدر اشوف الانمي او العدو اللي قدامي بشكل كويس هنيجي عند الشاشة الكلاسية وتختار على حسب ما شاشة جهازك موجودة معك ايه لو انت الشاشة عندك بتكون حوافها مسننة او مدببة بتكون بالشكل المستطيل هتبدأ تخليها زي ما هي سفر لكن لو انت الشاشة عندك حوافها دائرية شبع عندي فخليها على حواف دائرية او حواف مستديرة بعد كده هنيجي عند التعديل التلقاء للرسومات خليه تعطيل بعد كده هتضغط موافق بعدين هتبدأ تيجي على التأثيرات هنيجي عند التأثيرات واللعبة بتكون مظبوطة توباتك على اللون الاخضر فانت هتبدأ تخليها على اللون الاحمر بعد كده هتيجي عند الصوت والصوت عندك هيكون متقسم لتلات حاجات فائق عالي منخفض وكل اختيار على حسب الفريمات اول اختيار مثلا عندك فائق الفائق ده بيكون لل60 فريم وال90 فريم والعالي بيكون لل60 فريم وال40 فريم وعندك المنخفضة بتكون للأقل من ال40 فريم فبالتالي اختار انت على حسب جهازك بيقدم لك كم فريم وتبدأ تختار الاختيار علشان يبقى مناسب معاك من ناحية الصوت في اللعبة بعد كده هنيجي عند أدادات ضروري ان احنا نعطلها في اللعبة علشان بتأثر بشكل كبير جدا في الأداء هنيجي عند خيار الاهتزاز ولو معمول عندك فتح فلازم تعمله أغلاق لأنه بيأثر بشكل كبير جدا على الأداء بعد كده هنيجي عند عناصر التحكم ونيجي عند عناصر التحكم المتقدمة ونبدأ ننزل تحت هنلاقي زي ما انتوا شايفين يجرى التسجيل هنلاقي فيها اختيارين الاختيارين دول لو لقيتهم بالشكل ده مفاعلين لازم تقفلهم لأنهما بيأثروا بشكل كبير جدا على الرمات الخاصة بجهازك وعلى كمان المعالج واخر حاجة معانا اللغة لو انت اللغة بتاعت اللعبة عندك باللغة العربية فريد تخليها اللغة الانجليزية أو حتى الصينية علشان برضو بتأثر في الأداء بتاع اللعبة لكن حاليا اللعبة نزلت رسالة وقالت ان هي برضو هتعدلها للغة العربية وتخليها مناسبة شبه بقية اللغات في الغاية لما الموضوع ده يحصل لو انت مش عندك ربي ومش مهتم بالربي خلي اللغة انجليزية أو ياريت تخليها صينية وزي ما انتوا شايفين هي دي اللغة الصينية وكمان لو انت بتلعب ربي ومهمات ربي فخلي اللغة العربية لغات لما تخلص مهماتك وبعدين حولها اللغة العربية خلاص هتبدأ تتزبط وتبقى شبه بقية اللغات ما فياش اي مشاكل وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالرايك للفيديو ده وتشتركوا معنا في القناة علشان يوصل لكم جديد الفيديوهات ولو حبي نعملكم جزء تاني ازاي تحسن من اداء جهازك من اعدادات جهازك مش من اللعبة اكتبولي في التعليقات برضو لو الاعدادات دي بعد ما نفستوها وجربتوها نفعت معاك وحسنت معاك اللعبة حتى لو واحد في المية اكتبولي في التعليقات ولو عندك هاي مشكلة برضو اكتبلي في التعليقات ومع السلامة